لماذا يتهم حزب الخضر والشعب حكومة فيينا بالقصور الديمقراطية؟ يعني هذا الخبر في كتير تفاصيل وفي كتير معلومات بتقول أنه بعثوا إن كان حزب الشعب بعث بعض الأسئلة لحكومة فيينا اللي هي مؤلفة من الاس بي او والنيوز المحافظون الجدد فبالتالي لم يحصلوا على إجابات وبالتالي يعني وفي وجود مماطلة ويوجد أحيانا نوع من الضبابية وعدم الوضوح بالكثير من القرارات والطريقة التي تسير بها حكومة فيينا صحيح أن الأوفا بي والخضر ليسوا مؤتلفين مع الحكومة النمساوية لكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك استجابة داخل برلمان فيينا أستاذنا ندوح هذا بكل بساطة صراحة يعطينا نموذج عن الحالة السياسية في النمسا الرئيس النمساوي من جهة يقول أنني أنا نادم على أني أخطأت في صياغتي للرئيس بوتين وحكومة فيينا تعمل كيتو خاص بها وتقود فيينا بطريقة وتعمل على الضبابية وعدم الشفافية فيها الكثير من القضايا وفي نفس الوقت حكومة الأوفا بي مع الخضر هزب الشعب مع الخضر الذي يمثل الحكومة النمساوية أيضا عندهم مشاكل فساد وعندهم مشاكل تجسس وعندهم قضايا كثيرة عالقة فمع الأسف سيد الكريم تذكر في الأسبوع الماضي عندما قرأنا استطلاع رأيي يقول لك أن أكثر من ربع السن النمساوين أو يمكن ثلاث السن النمساوين يريدون حكومة ماذا تكنقراط حكومة مختصين بعيدة عن كل الأحزاب السياسية لأن كل حزب اليوم أصبح مع الأسف الشديد يعمل لحسابه الخاص بعيدا عن مصالح الناس ليس بالمطلق طبعا بس ده ناتج عن نظام الحكمة في النمسا يعني النمسا بتتبع نظام لا مركزية الحكم والله يا سيد الكريم فالولايات الفدرابية صحيح 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 كل ولاية مختصة نفسها القوانين اللي هما بيسنها البرلمان البرلمان اللي هو على مستوى الأقليم أو البرلمان بتاع قليم معين من الأقليم مالوش الحكومة لاش أي تأثير عليه إلا القوانين اللي بتسنف البرلمان فأنا أعتقد حتى لو هما لألوم عليهم لأنه ده نظام الحكم نعم نعم لا بش قضية لألوم عليهم عزيزي القضية أنه هون يوجد عندما يكون هناك برلمان إذن يوجد مسائلة للوزير مسائلة للمسؤول مسائلة جنائية لا لا ليست جنائية مسائلة داخل البرلمان يعني كل حزب كل شخص يستطيع أن يقدم مجموعة تساؤلات لوزير الداخلية للمسؤول الأمور الاجتماعية في مدينة فيينة عزيزي اللي عمدة فيينة عن قضايا معينة وهو منذ لا في الولايات لا في الولايات خاصة بكل ولاية أوكي خاصة بكل ولاية بس هما وجدين في البرلمان يعني أوكي هما شكلية حكومة يعني الحزبين بيطلعوا بره الغير المؤتل فيه بطلعوا بره ما بطلعوا إذن لكن باعتبار هما معارضة باعتبار هما معارضة وهو لا مركزية الحكم يا أستاذ أحمد لا مركزية الحكم أن كل ولاية مختصة بالبرلمان بتاعها إذا كان كل القرارات اللي بتتخذ بناء على قرارات ديمقراطية لا يحق الحد ينقشهم لأن دول برضو منتخبين من الشعب أين الشفافية؟ أين دور الشفافية؟ لا يا سيدي كلامك صحيح ولكن يضاف عليه أن المعارضة لها دور لها دور بانتقاد الحكومة المعارضة في الولايات في الولايات أيوة ده المعارضة هنا من الحكومة لا في فيينا عزيزي أيوة برلمان فيينا برلمان فيينا نحن عم نتحدث عن برلمان فيينا ما تحدثنا على الحكومة كاملة الخبر يتحدث على أن على أن على أن حكومة فيينا عندها نوع من الضبابية وعندها نوع من اللا ديمقراطية كما قالها حزبي حزب الخضر وحزب الأفوبي يعني دول بحكم أنهم معرضة في البرلمان بالطبع البرلمان نعم 100%